تنفيذ اتفاق الرياض أو اندلاع الحرب مجدداً مراوحة في خطوط التماس يعيشها طرف الصراع وإيديهم على الزناد بانتظار نتائج نهائية للمحادثات التي رعتها القوات السعودية في مقر التحالف بعداً بحضور ممثلين عن الشرعية والانتقال ولجنة الوساطة العسكرية انتهت المحادثات إلى التهدئة وهي سمة تحكم الميدان منذ ثلاثة أسابيع تقريباً في ظل الجهود التي تبذلها لجنة الوساطة العسكرية بقيادة لوثابت جواس وبرعاية سعودية أيضاً وعلى نحو يرهن الموقف العسكرية برمته بإرادة القوات السعودية التي يبدو أنها الطرف المعني بإنهاء حالة المراوحة السلبية فيما يتصل باتفاق رعته المملكة وتعتبره أحد أهم إنجازاتها السياسية في اليمن للمرة الأولى اجتمع طرف المواجهة في مقر القوات السعودية بمدينة الشعب غرب مدينة عدن بحضور القادة العسكريين الممثلين للسلطة الشرعية وضباط موالين للانتقال إلى جانب لجنة الوساطة العسكرية وكان لافتاً مشاركة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللي وفض الحسن إلى جانب قائد القوات السعودية العمد العتيبي في رئاسة المحادثات على الرغم من موقفه المنحاز لانقلاب المجلس الانتقالي في العاشر من أغسطس من العام المنصرم الأنباء التي رشحت من هذه المحادثات لم تفيد بشيء أكثر من أن الأمور طيبة وقيادة الوساطة العسكرية للتهدئة نجحت في نزع فتير الحرب وبأن لقاء آخر سيعقد لاحقاً للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض بعد أن وعطيت مهلة لممثلي المجلس الانتقالي لإبداء الموافقة النهائية بشأن البدء بتنفيذ الملحق العسكري للاتفاق ينصع الجانب الحكومي لما يمليه القائد السعودي فيما يتمنع الانتقالي ويماطل وهو يدرك أنه في منأ عن المحاسبة ولملاء وهذا قائد المنطقة العسكرية الرابعة يكافى عن انقلابه المبين بالاستمرار في منصبه وبممارسة دور المحكم الذي ينظر في إمكانية إعادة جزء من الصلاحية المسلوبة للسلطة الشرعية اشتركوا في القناة